ناقش اجتماع عقد في العاصمة عدن برياسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي خطة عمل اللجنة المكلفة بحصر أضرار المنخفض الجوية الذي تعرضت له المناطق المحررة في الساحل الغربية والسهرط الاجتماع خطة عمل الفرق المكلفة بالنزول وتنفيذ عمال الحصرة وإعداد تقارير تفصيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار وأكد الاجتماع على ضرورة تنسيق العمل مع سلطات المحلية في الساحل الغربية لضمان تحقيق أقصى قدر من الفاعلية في تنفيذ الخطة والاستفادة من الخبرات المحلية لضمان تنفيذ العمل وفق على المعايير الفنية وأشار الوزير الحريزي لأن الفرق الميدانية ستقوم بحصر شامل للأضرار التي لحقت بقطاع المساكن والطرقات والبنية التحتية بشكل عام مشيرا إلى أن هذه اليوت تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر شكرا